الهدف الثاني أن أميز بين ذرة والآيون لأن الذرة تكون متعادلة كهربائيا يعني عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الكترونات السالبة أما الآيون فهي عبارة عن ذرة اكتسبت أو خسرت الكترون هلأ عندي الرمز N-A موجب هو آيون رمز لآيون الصوديوم وهو ضروري لجسم الإنسان في جسم الإنسان يمكن أكتب العلوم أنه كيف يصير تنبيه أو كيف ينتقل التنبيه بين الخلايا أو بين الخلايا العصبية أنه فيه عندي ذرات صوديوم بتدخل أو بتطلع خارج الخلية وبالتالي هذا اللي بيعمل عندي استقطاب بالخلية وبالتالي بينتقل التنبيه فالصوديوم هو آيون مهم جداً ضروري جداً لجسم الإنسان ولكن إذا لاحظت أنا أنه ذرة الصوديوم هذه ذرة الصوديوم اللي عندها عدد البروتونات قد عدد الإلكترونات هي رمز لذرة الصوديوم وهي سامة جداً وابتلاع قطعة صغيرة منها قد يؤدي للموت معناها ذرة تختلف بخواصة جداً عن آيوناتها عندي آيون الصوديوم هو مهم جداً لجسم الإنسان وإنه موجود بمي فيه منح الطعام وأنا بستهلكه بالعادة ولكن ذرة الصوديوم المتعادلة كهربائياً هي سامة مميتة ابتلاع قطعة صغيرة منها يؤدي إلى الموت أيضاً عندي الكلوريد آيون الكلوريد سي أل سالب هو رمز لآيون الكلوريد أيضاً الكلوريد مادة ضرورية جداً لجسم الإنسان أيضاً موجودة في الخلايا العصبية وفي جدار الخلايا وأيضاً تساعد على نقل التنبيهات ضمن الخلايا بينما الكلور اللي هو ذرة متعادلة كهربائياً الذي يوجد على شكل جزيء CL2 نحن قلنا الكلور والهيدروجين والأكسوجين أو النيتروجين أيضاً لا يتواجدوا بشكل حر إنما يتواجدوا بشكل جزيء يعني كل اتنين مع بعض يعني أنا ما بلاقي بالجو غاز كلور هيك ذرة كلور وحدة لحالة لا يتواجدوا بشكل جزيء قلت أنت مع بعض هذا الغاز خطير جداً على صحة الإنسان واستنشاق كميات كبيرة منه يؤدي إلى الموت طبعاً أنا لما بنضف بكلور الكلور هذا رح يتحول إلى من أيون لغاز لما بيتحول إلى غاز وبصير بالجو كمية كبيرة من الغاز قد يؤدي إلى التسمم فيه ناس فعلاً مثلاً استهلكوا بيوم مثلاً واحد دعوا لبتين كبار كلور وصار عندهم فشل تنفسي فهذا الأهم أنه أنا أنه أنا أفرق بين خواص الزرة وخواص الآيون فعندي الآيون الصوديوم وآيون الكلوريد اللي هن يشكلوا ملح كلور الطعام وهمين جداً فيه إلى جسم الإنسان ومناكلهم بشكل طبيعي ما بصيبناش يعني ولكن ذرة الصوديوم وذرة الكلوريد أو جزئ الكلوريد سامين للإنسان خصوصاً الصوديوم يعني الصوديوم كمية صغيرة منه ممكن تؤدي إلى الموت فالذرة لأنها متعادلة كهربائياً أما الآيون مشحون بشحنة موجبة أو سالبة هلأ عندي قطعة الصوديوم محفوظة هاي في الكيروسين هيك شكلها وهي سامة جداً إلا أما الملح انتو بتعرفوا شكله هلأ هاي الحوجلة في غاز الكلور يعني هن احنا عملنا تفاعل حطينا مثل بالون فوق الحوجل فوق التفاعل وحصلنا على غاز الكلور وفضيناها في الحوجلة هاي كلون وبيعطيها على صفار هذا مو سائل هذا غاز وعندي ملح هذا الملح على شكل البلورات بلورات ملح الطعام من كلوريد الصوديوم فالأهم أنه أنا أعرف أفرق بين الذرة وبين الآيون لكل من لنفس الذرة آيونة مختلف جداً في خواصه هلأ سؤال بماذا تختلف الذرة عن الآيون تفضلي يا خديجة بماذا تختلف الذرة عن الآيون أنص الزرية معتدلة كهربائياً أما الآيون مشحوم بشحنة موجبة أو صالبة أنت يا سيرين كيف يحصل كيف يتشكل عندي أيون موجب أو سالب يا سيرين رمز A N رمز B ورمز N A سالب ورمز صوديوم لا ما عندي N A سالب لا ال N A موجب الزرة متعادلة كهربائياً صوديوم والكلوريد أيوه الآيون يتشكل حين تكتسب الذرة الكترون سالب فتتحول إلى آيون سالب لما بتكتسب الكترون سالب بتزيد عندها الشحنة السالبة فبتصير آيون سالب مثل ذرة كلوريد أو حين تخسر الذرة الكترون سالب بيصير عندها السالب أقل من الموجب فتتحول إلى آيون موجب مثل ذرة مثل آيون الصوديوم آيون الصوديوم موجب دائماً آيون اللوريد سالب دائما معنا تلوني تشكل حين تكتسب الذرة الكترون سالب تتحول إلى آيون سالب أو حين تخسر الذرة الكترون سالب تتحول إلى آيون موجب لما بتكتسب الكترون بتصير آيون سالب لأنه بتزيد عند الشحنة السالبة